اهلا يا هلا حيا الله يا من بالعيون يمحلها حيا لي وصال يا حيا شربت هنا وهنايا قلنا ارفبوا مذنيا ولكن لكي يشكر الله سبحانه وتعالى اولا انني احد الاسباب على الاخ ابن العمم مشعلة زايدي انشاء مسجدا كبيرا بالله الحمد في هذا الجهة ساني ذات يوم التاريخ خطيبة المفوحة والتاريخ الماما الله سبحانه وتعالى اعطاه مزمار مزمير داود فنصحت بالشيخ عبدالعزيز واليوم نرى هذا اللقاء الذي تم ذات يوم على وساطه تحول الى تعاون كبير تعاون بين المال والعلم وهذا انظر الله سبحانه وتعالى انا سعيد جدا هذا المساء بان ارى هذا يعني سعيد جدا هذا المساء ان يكون ذلك اللقاء الذي كان بسيطا اثمر هذه الثمرة الطيبة المبارك الامر الاخر انا اذني على كلامنا الشيخ الدكتور عبدالعزيز باننا لا نريد بديلا للشيخ صارع ان يكون رئيسا لهذا المجمع الامر الثالث الايضا الشيخ الدلعزي وضع اسمي ان اكون امينا او مقررا ونقول للشيخ الدلعزي لقد رأى فيه ورما وحسبه شحما فانا اقول ان تتج عن غير الان الله سبحانه وتعالى في المجموع الامر الاخر انا اعلم كم غير العرب شغوفون باللغة العربية انا كنت ذات يوم في الهند كنت ممثلا لمجلس الشورى واعتقيت منائب رئيس المجلس البرلماني الهندي وهو مسلم تحملني رسالة وكتبتها في تقرير قدمته لمعامل الشيخ صارع عندما كان رئيسا لمجلس الشورى يقول هذا البرلماني السياسي الكبير المسلمون في الهند ميتين وخمسة وعشرين مليون وهما اكبر يعني ديانة في القارة وكان يطلب مني ان اقدم لدولتي المنموك العربية السعودية مقترحا ان نسعى ونجتهد للتعليم ابناء من اللغة العربية حتى يتعلمون الاسلام ما طلب منا نبعث لمشاهد لكي يعلمهم كيف الدين ولكن طلب ان يتعلموا اللغة العربية حتى يتعلمون الدين على وجهه الصحيح من خلال تعليمهم اللغة العربية فانا اعتقد ان هذا المجمع سيكون ان شاء الله على علمي انه الوحيد بهذا التوسط طالما انه من تابعه وتابع صفحته اكثر مليوني شخص انه سيكون الوحيد اليوم انتشارا في العالم ونخرج من دائرة التنكيت والمجامع الرسيطة والنائمة نسميها نائمة حتى الناس ضجروا منها وقدوا ينكتون على قراراتها وانتم تذكرون حكاية التنكيت والشاطر والمشطور وبينها طازج وهذه من النكات التي نفرت الناس من المجامع قبل ان اتي بالكلام حمس بيذني اخي ابا ياسر الشيخ يوسف بن عوض الاحمدي وطلب مني ان اعلن نيابة عنه تالي اولا انه يتبرع بارض مساحة خمسة علاق متر مربع في ارض الوقاف مدينة الوقاف التي يرتب لها في انفيحا الجزاء الله خير الامر الاخر طلب ان اعلن واقترح انه يخصص مئتي الف ريال لجائزة على المجمع ان يحدد اطارها وشكلها لكن تكون جائزة علمية تكون جائزة الشيخ صالح بن حميد همين مجمع اللغة العربية وتعطى لفائزة او فائزين او كما يرى المجمع لكنها ستكون سنوية ويشعر عليها الثمر الثالثة انه يقول لدينا مدارس ونحن جاهزون لاحتضان اي نشاط او فكر او تعاون مع المجمع سواء علمي او طبعا اداري او تنظيمي وهذه لا شك هي ثلاث ثوائد لهذا لقاء مع لي شيخنا الاجل انا والله سعيد جدا بحضرك واللي قال له كونك انت تبادر ولا تغيب وتحضر وتشجع وتقوي يعني هذا يذكر ويشكر لك وشكرا لجميع وانا الحق بي الله سعيد ابن العمال اخمشال الذي يعني فعلا كانت مساهمته هي ثمرة مضمار لقاءنا هذا المساء شكرا لكم السلام عليكم